موسيقى موسيقى مرحبا أنا شمس من كوريا كوريا تقع في الشرق الآسيا تم تقسيم إلى دولتين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية أنا من كوريا الجنوبية تعرفون BTS بانتان سونيوندان و سونجونجي كل من كوريا الجنوبية لكن شكل مختلف شوية على الحال يبلغ السكان في كوريا الجنوبية 51 مليون وتحتل مرتبة 28 في العالم و ناتج محلي إجمالي في كوريا الجنوبية يبلغ 1404 بليون دولار وتحتل مرتبة 11 في العالم و ناتج محلي إجمالي للفرد يبلغ 27 ألف دولار وتحتل مرتبة 29 في العالم موسيقى هيا نتعلم اللغة الكورية نسمي الحروف الكورية حنقل و من يبتدع على هذه الحروف الملك سيجون في عام 1443 طيب نتعلم حرف الأول هو هذا شكله غايمة أو غيوم التي تتحرق إلى اليمين بعد ان تمتر غير مفهوم صح؟ جميل غيوم تتحرق إلى اليمين بعد ان تمتر فلما تشوفوا هذا الحرف تتتقرون غيوم غيوم غو غو نطق هذا الحرف طبعا غا ولكن أقرب النطق هو إنجليزية جي نطبق الحروف العلة على هذا الحرف غا كي كو مرة ثانية غا كي كو طيب ننتقل إلى حرف الثاني حرف الثاني هو هذا تمتر بعضين تصبحوا نهرا تمتر بعضين تصبحوا نهرا نهرا والنهر يسيل إلى اليمين طيب نشوفوا الرسم طيب تمتر بعضين تصبحوا نهرا والنهر يسيل إلى اليمين لما نشوفوا هذا الحرف لازم نتذكر نهر نهر نه نه ونطق هذا الحرف هو نون وتطبيق الحروف العلة نا ني نو مرة ثانية نا ني نو طيب حرف الثالث حرف الثالث هو هذا هذا يشبه دار يدخله الشخص غير مفهوم طبعا أنا عارف أنا أفهم نشوف الرسم مفهوم دار يدخله الشخص الحمد لله باب الدار مفتوح فلما نشوف هذا الحرف نتذكر دار دار دا 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 ونطق هذا الحرف هو دا طيب تطبيق الحروف العلة تا تي تو مرة ثانية تا تي تو طيب حرف الرابع شغل هذا حرف ليس مستقيمة هذا متشابك ومعقد صح مثل هذا ليس مستقيم معقد ومتشابك في حياتنا لما تخرج أشياء من فمنا لا يمكن نسترجع فلما نقول لازم ننتبه اللسان لازم نفقر كثيرا كثيرا بعدين نقول إذا استخدامنا اللسان بشكل خاطئ حياتنا تصبح معقدة صح مثل شغل هذا الحرف فلما نشوف هذا الحرف أو شغل هذا الحرف لازم نتذكر لسان فنطق هذا الحرف هو لسان لسان لا لا فالتطبيق الحروف الإلة لا لي لو مرة ثانية لا لي لو أحيانا ينطق لم أو أحيانا را فنتعرف بعدين خطوة خطوة حرف خامس هو هذا إذا شفت هذا هذا يذكرني مجلس كيف نشوف الرسم ما شاء الله أنا عبقري أنا رسمت هذا مجلس مجلس لما تشوف هذا حرف لازم تتذكرون ماذا مجلس 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 ما 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 ميم مجلس والتطبيق الحروف الإلة ما مي مو مرة ثانية ما مي مو مو طيب ننتقل إلى حرف السادس حرف السادس هو هذا شغله يشبه بخور بخور كيف نشوف الرسم هذا بخور لما نشوف هذا الحرف لازم نتذكر بخور فالنطق هذا هو ب وتطبيق الحرف إلة با بي بو مرة ثانية با بي بو طيب حرف السابع هو هذا هو بالضبط شغله سقور في البيت صح؟ سقور في البيت نشوف الرسم على أي حال طيب سقوف في البيت لما نشوف هذا الحرف اللازم نتذكر ماذا؟ سقوف 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 سو 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 فنطق هذا الحرف هو س سين سين بس مو السين بالضبط بالضبط هو سين الخفيف كيف؟ بعد التطبيق الحرف إلة نسمع سا شي سو خفيف شوية صح؟ مرة ثانية سا شي سو ليس سا سي سو سا شي سو طيب اليوم الحمد لله خلصنا سبع الحروف الساكنة كان سهل وصعب سهل جدا في حلقة اللاحقة نحن نتعلم باقي سبع الحروف لا تنسوا الابتسام اليوم كنتم مع الشمس مع السلامة موسيقى 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 شكرا للمشاهدة